أهلا بكم يدخل الصراع بين روسيا وأوروبا على مصادر الطاقة مرحلة حرجة موسكو من جهة تشترط دفع ثمن غازها بالروبل الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تشمل صادرات الطاقة منها من جهة أخرى مما قد يعني انقطاعا للغاز والنفط والفحم الروسي عن دول أوروبا التي تعتمد عليه بشكل كبير وفي مسعى لإيجاد المسار الأكثر سلاسة والأقل اضطرابا اجتمع الاتحاد الأوروبي بشكل طارئ للرد على إجراءات موسكو بموقف موحد كما قالوا فما التفاصيل؟ انتهى هذا الاجتماع الأوروبي الطارئ وخرج المجتمعون بأولوية قصوى تتمثل بالتحضير لأي انقطاع في إمدادات الطاقة الروسية من خلال زيادة المخزونات الأوروبية من الغاز التي تبلغ في الوقت الحالي 32% مفوضية الطاقة الأوروبية اعتبرت أن قرار وقف روسيا إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا إخلالا بأمن الطاقة ومحاولة لتفتيت وحدة الاتحاد الأوروبي وبأن سداد مدفوعة الغاز بالروبل يعد انتهاكا للعقوبات وأمرا لا يمكن قبوله وأن أي دولة أوروبية تقوم بالإذعان له تخترق العقوبات الأوروبية على روسيا غير أن وزير البيئة الإيطالي طالب نظراءه الأوروبيين بالسماح لشركات الطاقة الأوروبية بدفع ثمن الغاز الروسي لبضعة أشهر بالروبل كما تطلب روسيا كذلك يبدو قرار التوقف عن الاعتماد على الغاز والنفط الروسي حرجا بالنسبة للنمسا إيطاليا سلوفاكيا والمجر المجر التي شقت الصف الأوروبي واعترضت على فرض حظر على النفط الروسي وقال وزير خارجيتها إن بلاده إن صوتت أو لن تصوت على إجراءات أوروبية تعرض أمنى إمداداتها من الغاز والنفط الروسي للخطر ألمانيا المستهلك الأكبر للنفط الروسي تدعم فكرة التخلي على ما يبدو عن الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية ولكنها تطالب بحظر مدروس وتدريجي حتى لا تدخل في وضع اقتصادي لا يمكن السيطرة عليه كما ترى وقال وزير الطاقة الألماني إنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي تجنب التأثير السلبي لفرض حظر محتمل على النفط الروسي لكنه أكد مع نظيره الفرنسي بأنه ما سيواصلان الدفع باليورو أو بالدولار فقط وفقا للعقود المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بولندا اتخذت موقفا أكثر جرأة بالإعلان عن استعدادها الاستقلال الكامل عن النفط الروسي لتوانيا كانت قد توقفت نهائيا عن استيراد كل مصادر الطاقة من روسيا ورغم هذه المواقف الأوروبية الرسمية المتعددة سجل إعلان شركات طاقة كبرى ألمانية وإيطالية ونمساوية بأنها ستحول الأموال باليورو إلى بنك غاز بروم الروسي الذي يحولها بدوره إلى روبل لتتم عملية الشراء بحسب وكالة بلومبرغ وهو ما ترى المفاوضية الأوروبية خرقا للعقوبات المفروضة على روسيا اشتركوا في القناة صحيح أن الغرب يجمع على إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويقر حزماً اقتصادية لمعاقبتها في أكثر ما يؤلمها والمقصود هنا التوقف عن شراء نفطها وغازيها لكن الأوروبيين ومعهم العالم لا يزال في حالة انقسام حيال الاستغناء كلياً عن النفط الروسي فمنهم من لا زال يشتري منهم من قرر التوقف عن الشراء لنستعرض البداية من الولايات المتحدة ومن بريطانيا هتان الدولتان الأسرع في اتخاذ قرار الامتناع عن شراء النفط الروسي لحقت بهما بعد وقت قليل كندا وأستراليا وفرض الجميع حزراً تاماً على شراء النفط من روسيا لكن ماذا عن أعضاء الاتحاد الأوروبي الجواب بسيط لم يتمكنوا حتى الساعة من الاتفاق على الحزر فهناك شركات لا تزال تشتري وأخرى امتنعت ولكن البحث جار عن بدائل يقول الأوروبيون إنهم جادون في إيجادها من بين الأوروبيين الذين امتنعوا عن الشراء هي شركة الطاقة النرويجية إكنور التي توقفت عن تداول النفط الروسي ومثلها هنا شركة التكرير الفلندية نستاي وأكبر شركة التكرير في سويد بريم وأكدوا جميعاً أنهم لا يفكرون بتوقيع أي عقود جديدة أيضاً شركة الغاز والنفط البرتغالية غالية غالب أنيرجيا وأيضاً الإسبانية ريبسول توقفت عن شراء النفط الروسي أما شركة النفط الفرنسية توتال أنيرجي فقالت إنها لن توقع عقود جديدة ووعدت بوقف شراء النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية هذا العام عشرين وعشرين أما مجموعة الطاقة إيني هذه الإيطالية فقد علقت مشترياتها من النفط الروسي وقالت إنها لن تستخدم أي خام روسي أيضاً شركة التكرير السويسرية Varo Energy التي تمتلك 51% في مصفات بايرونيل الألمانية فقالت هذه الشركة إنها لا تخطط للدخول في صفقات جديدة لشراء الخام الروسي كما قالت شركة PKN أولين وهي أكبر شركة تكرير في بولندا إنها لم تشتري الخام الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا واكتفت بشراء بعض الشحنات من النرويج ومع ذلك فإن الشركة التي تدير مصاف تكرير في لتوينيا وبولندا وتشيك تشتري الخام بموجب عقود توريد طويلة الأجل موقع سابقاً مع شركات روسية لنتجه قليلاً من أوروبا إلى آسيا وتحديداً هذه اليابان هناك حيث توقفت أكبر شركة تكرير وهي إنيوس خولدينغز عن شراء النفط الخام من روسيا لكنها أفادت باستمرار الحصول على بعض الشحنات بموجب اتفاقيات سابقة ولكن وإن امتنعت هذه الدول رسمياً عن شراء النفط الروسي فمن يشتري إذن هم كسر بالفعل ففي آسيا تحضر كما نرى الصين والهند التي اشتريت ملايين البراميل النفطية من روسيا من خلال عقود طويلة الأجل وقعتها خلال أشهر مضت كما تدرس شركة الطاقة الحكومية في أندونيسيا وهذه شركة بيرتامينا شراء النفط الخام من روسيا في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على النفط لمصفات تم تجديدها حديثاً هذا في آسيا دعونا نعود إلى أوروبا في أوروبا تبرز هنا مصفات نيفتوتشي برغاز البلغارية هذه مملوكة لشركة لوك أويل الروسية التي تواصل تكرير الخام الروسي والذي يمثل بدوره حوالي 60% من مدخولها الألمان في أوروبا بالفعل مترددون في اتخاذ قرار الحضر فأكبر اقتصاد أوروبي يطالب بمزيد من الوقت فيما لا تزال كميات كبيرة من النفط تتدخم تتدفق إلى مصفاتي ميرو وشويت في ألمانيا هنا عبر أنابيب خط درجوة الذي يعد الأطول في العالم يربط روسيا بأوروبا المجر لا تزال تعارض أي حضر أوروبي على النفط والغاز الروسي أيضا مجموعة النفط المجرية مول التي تدير ثلاث مصاف في كرواتيا وفي المجر وفي سلوفاكيا لا تزال تتزود بالنفط الروسي أيضا في أوروبا تحضر اليونان اليونان تواصل الحصول على النفط الروسي فهذه الشركة هالانيك بيتروليوم أكبر شركة لتكرير النفط في اليونان سستمر بالاعتماد على الخام الروسي بحوالي 15% من مدخولها ومن المتوقع أن تختتم المفاوضية الأوروبية بحث الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا والتي ستشمل حظر شراء النفط الروسي الذي تمثل صادراته مظرا كبيرا لعائدات موسكو لنستعرض أبرز المواقف الروسية تجاه الحظر الأوروبي للتاقة ردا على فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسيين سرعت موسكو لتطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي وذلك من أجل ضمان أمن البلاد بعدها بحوالي أسبوعين حذر الكريملين من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استراد النفط من روسيا مؤكدا أن ذلك سيضروب الجميع ويؤثر على ميزان الطاقة الأوروبي في الواحد والثلاثين من مارس باتت تحذير واقعا وطلب الرئيس الروسي بلاديمير بوتين من دول وصفها بغير الصديقة الدفع بعملة الروبل الروسية مقابل شراء الغاز من بلاده بعدها بأيام لم يقتصر الدفع بالروبل على شراء الغاز بل أعلنت موسكو بأنها ستمارس ذات الآلية مقابل مجموعات جديدة من السلع في السابع والعشرين من أبريل جاء رد موسكو صارما وأوقفت شركة الطاقة الروسية العمراقة غاز بروم أمدادات الغاز إلى كل من بلغاريا وبولندا أثر عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل من ثم عبرت روسيا عن انتصارها في معركتها الدائرة مع الغرب مشيرة إلى أن معظم الشركاء الدوليين وافقوا على طريقة الدفع مقابل الغاز الطبيعي بعملة الروبل لكنها لم تحدد هذه الدول لنذهب لبعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع الذي لا يتوقف جدل فيه من الخاسر ومن رابح فهذا جاسم الحسين على تويتر يقول في النهاية أوروبا لن تنصى على الروس ألمانيا أكبر مستورد للغاز ستكون بنهاية هذا العام قد استغنت كليا عن غاز روسيا وستسبب ضربة اقتصادية كبرى لروسيا أما هذا الحساب فقال صاحبه أعتقد أن أوروبا لن تستطيع التعويض بأي حال من الأحوال عن الغاز والنفط الروسي وإذا كانت قادرة على ذلك لتخلصت من الغاز الروسي منذ مدة طويلة أما مهند فقال من نهض بعد دمار الحرب العالمية ووصل لهذه المكانة لا يصعب عليه إيجاد بديل الغاز الروسي خلال سنتين كحدا أقصى وروسيا هي من ستخسر لنذهب لبعض الأراء العلمية ولأصحاب الرأي والخبرات ورحب بضيفي من موسكو عبر أقمار الصناعية هذا السيد أليكزاندر فرولوف وهو الخبير الاقتصادي ونائب مدير المعهد الوطني الروسي للطاقة أهلا وسهلا بك سيد فرولوف ومن أرنام الهولندية عبر تطبيق زوم هذا دكتور سيريل ويرتس هوفن مدير الطاقة والمخاطر الدولية في شركة فيروتي الهولندية للاستشارات أهلا بكم جميعا دعوني أبدأ من الجانب الأوروبي قليلا أفهم اليوم بالفعل هذه المواقف المختلفة هل هي أتي من القدرة الفعلية على الاستغناء عن المصادر الطاقة روسية إن كان غاز ولا فحم ولا نفط أم من مواقف سياسية أو من حسابات ربما استراتيجية أبعد من هذه الحرب ما رأيك دكتور ويدرس هوفن في مروحة المواقف الأوروبية ما هو منبعها؟ الحاجة أم سياسة؟ حاجة اقتصادية يعني الأسباب هي متعددة فهي تأتي كرد فعلا للغزو الروسي لأوكرانيا وسبب ثاني هو أن هناك خطوة إضافية باتجاه تنويع مصادر الطاقة المتوفرة لأوروبا والحجاج المقدمة من قبل البعض هي أن ذلك يشكل خطوة إضافية باتجاه تطبيق الخطة الأوروبية بشأن الطاقة ولكن السبب الأساسي وراء كل الإجراءات التي يتخيثها الاتحاد الأوروبي هو أن هناك شعور متزايد بأننا حاليا نمول الغزو الروسي لأوكرانيا ونحن لا نود أن نقوم بذلك وبالتالي نحاول جاهدين أن نعرف إذا كنا قادرين لأن هذا ليس واضحا بعد إذا كنا قادرين على أن أولا نقوم بتنويع مصادر الطاقة للنفط والغاز الروسيين وثانيا أن نخفض اعتمادنا الذي كان يزداد تدريجيا داخل أوروبا وخاصة بالنسبة لألمانيا وإيطاليا وهما معتمداتان بشكل كبير على الطاقة الروسية إذا هل سوف نكون قادرين تحقيق ذلك خلال عام 2022؟ هذا موضوع أساسي يجري نقاشه بالنسبة لبعض الدول الأوروبية من السهل تحقيق هذا الهدف في حين أن الدول الأخرى قد تواجهوا صعوبة في تحقيق الهدف وبالنسبة مثلا لألمانيا وإيطاليا والمجر وسلوفينيا وغيرها من الدول فهذا الأمر سوف يكون صعبا وسوف يكون إذن من الصعب العثور على خيارات أخرى لديها قدرة توفير النفط والغاز بالكمبيات المطلوبة إذن هناك مساعي بدأت ونتذكر مثلا منذ ثمانية أسابيع لو كان هناك من سئل فلقال المحللون الأوروبيون أن روسيا لطالما كانت موردا موثوقا به لأطاقة حتى إبناء الحرب الباردة ولننتوقع أن يحدث شيئا أما الآن تدريجيا وبشكل متزايد يتغير الموقف وبات هناك اعتقاد بأننا بحاجة إلى أن نستغني عن الغاز الروسي ليس لأننا لسنا بحاجة إليه ولكن هناك أبعاد سياسية بحاجة اقتصادية سراتيجية جيوسياسية نعم وعلى الأرجح أن روسيا بشكل متزايد سوف تواجه أوروبا قوية تود أن توحد صفها ربما هذا لا يزال يمر ببعض الصعوبات حالياً ولكن هناك رغبة كما رأينا مثلاً ألمانيا باتت مستعدة لأن تبادر وأيضاً إيطاليا لتبادراني في هذا الاتجاه مما يعني أن الأمور تتغير سريعاً بالنسبة للمعايير الأوروبية جيد دعني أضع كل هذه المعطيات أمام ضيفي من موسكو سيد فرولوف سيد فرولوف بالفعل الكل مع القرار الألماني الذي بدأ بأنه لا أتحدثنا فقط عن توقيف النوردستريم 2 ولكن أيضاً اليوم بدأ بأنه داعماً لفرض العقوبات أو على الأقل للتخلي نهائياً على الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية ولكن يقول بشكل تدريجي وبشكل مدروس ولكن الرغبة والمبدأ ألمانياً أصبح موجود وكذلك إيطالياً ماذا سيعني هذا بالنسبة لروسيا اقتصادياً روسيا طبعاً تقول أنا لدي خيارات كثيرة نفطي من أفضل المنتجات التي ليس لديها المنافسة يعني من حيث الطبيعة وغيرها ولكن سياسياً استراتيجياً العلاقة هنا كم ستتأثر مع أوروبا أنا لم أسمع أن القيادة الروسية أعلنت أن لديها أسواق إضافية للمحروقات الروسية وإذا البلدان الأوروبية متخلت أو امتنعت عن استيراد الغاز الروسي فبالفعل سيتم خفض حجم الإنتاج الروسي من الغاز وإذا الحد الأقصى سيتم خفض هذا الإنتاج وستواصل روسيا تطوير المشاريع نحو الشرق ووصولاً إلى عام 2030 سيتم توريد نحو 100 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين محلول عام 2030 أي بمعنى أن امتناع روسيا عن الغاز الروسي سيعني ضربة اقتصادية صعبة ولكن المهم أن كيف ستكون إطار أو شكل هذا الامتناع من قبل أوروبا عن الغاز الروسي فمثلاً ما حصل بروسيا منعت الغاز عن بولندا فهل هذا يعني أن بولندا لم تعمل تشتري الغاز الروسي؟ لا بولندا تشتري الغاز الروسي بنفس الحجم الذي كانت تسترده قبل 27 من أبريل ولكن هذه المرة عن طريق ألمانيا أي أن ألمانيا باتت تشتري الغاز الروسي بأحجام أكثر وتبيع الحجم الفائض إلى بولندا التي امتنعت بالأمس عن الغاز الروسي وإذا ما تحدثنا عن وقف وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا بحجم معين في هذه الحالة نحن لن نتحدث عن خفض الغاز خفض إرادات الغاز إلى أوروبا أود أن ألفت الانتباه إلى نقطة هامة إن الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن يحاول أن يجيب على سؤال التالي هل يمكن الاتحاد الأوروبي الإمتناء عن التنفس لمدة عشر دقائق؟ أنا سأجيبهم نعم يمكنهم أن يتوقفوا عن التنفس لمدة عشر دقائق ولكنهم في هذه الحالة سيموتون وهذا المثال بالذات ينطبقه على ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا هل يمكن أن يمتنعوا عن الغاز الروسي؟ نعم يمكنهم ذلك ولكن في هذه الحال سوف تتوقف صناعات الكيموية والبتروكيموية وكذلك سيتوقف صناعات الأسمدة الزراعية وكذلك معالجة وتكرير البترول ومشتقات البترول هذا ليس كلامي هذا كلام الخبراء الألمان الذين طالبوا بالتخلي والامتناع عن فرض حضر على النفط والغاز الروسي لأن هذا سيعني الموت للمجمعات الصناعة الألمانية ونحن لا نستطيع أحد إن كان يريد أن يميت صناعته أن نوقفه ولكي نفهم الوضع داخل روسيا أقول لكم 60% من الغاز الذي تنتجه روسيا 60% من الغاز الذي تنتجه روسيا يتم استهلاكه في الداخل الروسي يعني نحن نحدث عن 40% قصدك طيب كثير من النقاط المهمة طرحتها أود أن أناقشها أكثر مع ضيفي من هولندا ولكن اسمحوا لي أن أذهب إلى فاصل أهلا بكم من جديد ونحن طبعا ما زلنا نناقش قدرة أوروبا الاستغناء عن النفط والغاز الروسي بمرتبة أولى وهو ليس نقاشنا نقاش كل الأوروبيين كل العالم اليوم أعود إلى موسكو وإلى هولندا مع ضيفي من هناك مباشرة إلى الدكتور ويدرس هوفن من هولندا دكتور ويدرس هوفن قال ضيفي من موسكو نقطتين جدا مهمة أريد رأيك هنا فيما يقول بأن التوقف أوروبيا عن الغاز الروسي يعني الموت الموت صناعيا بالنسبة لألمانيا بالنسبة لدول أخرى وبأنه بالنتيجة ما يجري اليوم ليس فعلا التوقف ولا حتى بولندا ولا بلغاريا وإنما هناك التفاف على طرق الاستيراد التفافات على طرق السداد روبل ومن ثم يورو ثم يحول إلى روبل فهل نحن أمام بالفعل موقف سياسي مضاد للمصادر الطاقة الروسية ولكن بالنتيجة يتم شراءها وبالتالي يتم ما لا تريدونه أوروبيا وهو تمويل هذه الحرب الروسية في الواقع ما قاله الضيف الكريم محق فيه جزئيا فنحن حاليا لا نزال نستورد الغاز الروسي وحتى النفط الروسي والحقيقة نحن حتى الآن لسنا قادرين على استبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل من أي مصدر آخر فإن الغاز الروسي الذي يصل إلى أوروبا هو مئة وخمسة وسبعين مليار متر مكعب وأنتحدث أيضاً عن 2.2 مليون برميل يومياً إضافة إلى المنتجات النفطية وبالتالي يستحيل أن نقف الوردات الروسية بين ليلة وضحاها وهذا سوف يؤذينا نحن أيضاً هل نحن قادرين على تحمل بعض هذه العواقب؟ الإجابة هي نعم لأنه إضافة إلى لجوء الولايات المتحدة إلى الاحتياط استراتيجي الخاص بها فأوروبا أيضاً لديها احتياط استراتيجي وبالتالي يمكن أن نستخدم احتياط استراتيجي من المسألة تختلف بالنسبة للغاز الروسي لدينا أقرب إلى أن نستخدم أقرب إلى توصف المتادس وكل أكبر إيجابة النفط والخصوص لأجمع المسألة إذا ما قررت أوروبا اعتباراً من يوم الأربعة أننا نستوّرد النفط الروسي ولكن المسألة تختلف بالنسبة للغاز الروسي فإن مستويات التخزين لدينا لم تعد بأدنى مستوياتها تاريخيا ولكن هي أقل مما كانت عليه في السنوات الخمسة الماضية وذلك ليس فقط لأننا لم نعد ننتج كميات غاز كما كنا في السابق ولكن أيضا لأن روسيا لم توفر كميات الغاز كما فعلت في السنوات الماضية وبالتالي لم نتمكن من زيادة مخزوننا من الغاز كما كان يفترض وفي الوقت نفسه ولأن الغاز الذي يتم استيراده إلى أوروبا ليس على مستوى الأنظمة الوطنية بل يمر بالشركات الخاصة وهي كانت تتردد بشراء الغاز الطبيعي المسال بكميات كافية بسبب ارتفاع الأسعار حتى قبل غزو أوكرانيا هل نحن قادرون على خفض اعتمادنا على روسيا في السنوات المقبلة؟ نعم ولكن هل يمكن أن نجد بديلا للنفط والغاز الروسيين في السنوات المقبلة؟ نعم هل يمكن أن نطبق كل الخطط التي يتم الحديث عنها؟ والاستخناء عن الاستيراد خلال عام ٢٠٢٢ والاستخناء عن الطاقة الروسية قبل نهاية العام حقيقة أنا من أوروبا أنا في هولندا وأجزم أننا لن نكون قادرين على الاستخناء تماماً واضح ما تستطيع اليوم أوروبا أن تقوم به وواضح ما لا تستطيع القيام به ولكن ما لا تستطيع القيام به حتى نهاية هذا العام لديها خطط ولديها إرادة وتصميم على وبدائل وغيرها من خطط الإنعاج والطوارئ لتقوم به ماذا سيعني هذا بالنسبة لروسيا؟ دعوني أضيف كلمة لما تفضل به الضيف من هولندا وهو أن روسيا تصدر لأوروبا ثلاثين مليون طن من الديزل أو السولار وبإمكاني القول التالي أولاً ليس الكل يدركون جوهر المطالب التي تقدمت بها القيادة الروسية لشركائنا الغربيين فيما يتعلق بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي لأن القيود المتعلقة التي تصاحب عملية الدفع بالروبل لا تطبق فقط على الجانب الأوروبي وإنما أيضاً على الجانب الروسي وعلى شركة غاز بروم لأن شركة غاز بروم لا تملك الحق أن تبيع الغاز لمن لا يلتزم بما جاء في مرسوم الرئيس الروسي فلاديمار بوتن حول دفع بالغاز والسؤال البسيط هل الزبائن الغربيين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هل ستبقى لديهم القدرة الشرائية والحاجة للاستهلاك من الطاقة من الغاز ومن النفط مع أن في النصف الثاني من عام 2021 أوروبا فشلت في معالجة لأزمة الطاقة وانخفض لديها الاستهلاك وهذا يضرب أصلاً بالأحجام الغاز التي تطلقه غازاً أتركك أسمح لي سيد أليكزاندر أنا جداً آسفة علي أنا أتوقف بالنقاش عند هذه النقطة أنا أؤكد لك بأنني سوف نتكلم كثيراً عن هذا الموضوع بانتظار القرار الأوروبي حتى يوم الأربعاء وأيضاً القرارات الروسية في هذا الخصوص شكراً لك سيد أليكزاندر فرولوف من موسكو دائماً سعي بي وجودك معنا الخبير الاقتصادي ونائم مدير المعهد الوطني الروسي الطاقة شكراً من أرنم الهولندية عبر تطبيق زوم كان مانع هذا دكتور سيريال ويدرسوفن مدير الطاقة والمخاطر الدولية في شركة فيروتي الهولندية استشارات كل شكر لك اشتركوا في القناة